انتهاك متعمد ومستمر يطال الصحفيين دون اتخاذ اجراءات حاسمة تضع المنتهكين امام المسالة فخلال الربع الاول من هذا العام وصلت الانتهاكات بحق الصحفيين الى 28 حالة انتهاك وفق تقرير حديث عن وضع الحريات الصحفية في اليمن التقرير الذي اصدرته نقابة الصحفيين اليمنيين رصد انتهاكات عديدة من بداية يناير وحتى نهاية مارس منها اربع حالات اعتداء على الصحفيين واحد عشر حالة محاكمة وثلاث حالات حجب لمواقع الكترونية بالاضافة الى منع زيارة المختطفين الذين وفق التقرير محرومون من حق التطبيب والرعاية الصحية رصد تقرير النقابة عشرة انتهاكات لتشكيلات وهيئات تعمل تحت نطاق الحكومة تشمل حالة تعذيب واعتداءات وتضييق على الحريات الصحفية ووضع التقرير ميليشيا الحوثي في مقدمة المنتهكين حيث ارتكب الحوثيون بحسب التقرير سبع عشرة حالة انتهاك تتوزع بين الاختطاف والاعتداء على عاملين في الاعلام ومحاكمة صحفيين مخفيين وقد اشار التقرير الى استمرار حالة الاختطاف حيث تم تسجيل ست حالات اختطاف في الوقت الذي لا يزال فيه 14 صحفيا مخفيين قسرا من قبل ميليشيا الحوثي وصحفي واحد لدى تنظيم القاعدة بحضر موت منذ 2015 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة